نفس التوقيت ده كله ملامح معروفة لكن الخط العام للإخوان سواء في أوروبا ولا أمريكا معروف والخط العام في المنطقة أيضا معروف والدليل حزب طيار الديمقراطي التونسي طالب شوفوا حزب سياسي إرهابي أنا بقوله هو بسميه حزب إرهابي في تونس يطالب تونس والمؤسسات الحقوقية بالتدخل لدى النظام المصري للتراجع عن أحكام الإعدام ضد الإخوان أدان حزب الطيار الديمقراطي في بيان أصدره النهاردة الاثنين عشر سبتمبر استغلال النظام المصري في مصر قضاء على تصفية خصومه السياسيين وإلى أخ إلى أخ إلى أخ أنا بقول لحزب الطيار الديمقراطي التونسي عارن عليك إنك إسمك حزب وبقول على الأحزاب المصرية المية وعشرة ولا مية واثنين حزب برضو عب عليكم كأحزاب إن كنتوا تتركوا حزب بلا رد هذا الحزب بيحتاج صفعة وبيحتاج أيضا من يبصق في وجه رئيسه هذا الحزب اللي بيتجرأ حزب تونسي حزب بالتأكيد لا يمثل الدولة التونسية بالتأكيد لا يمثل الإدارة التونسية المحترمة بالتأكيد هذا الحزب مارق زي العدلة والحرية اللي هنا والعدلة والتنمية في تركيا ومش عارف حزب إيه اللي في الأردن وحزب إيه اللي في المغرب وحزب إيه اللي في الجزائر كلهم خط واحد خط مرسوم للأحزاب اللي منبسخة من رحم الطيرات الإرهابية التكفيرية فقط للهجوم على مصر وعلى رأسهم كلب الإخوان مرتزقة زعيم مرتزقة حقوق الإنسان في المنطقة منصف المرزوقي الرئيس السابق لدولة تونس اللي لا يشرف تونس أن يكون رئيسها ولا يشرف مصر أن هو يتكلم عنها ولنا مع هذا الكلب وقف غدا منصف المرزوقي مرتزقة حقوق الإنسان متربي على أموال حقوق الإنسان متربي على التمويل الأجنبي في فرنسا وفي غافلة من الزمن الإخوان صعادوه رئيس لتونس والله يعني عيب التاريخ أخطأ التاريخ أخطأ أن واحد زي منصف المرزوقي يتكلم عن مصر وبكرة لنوقف مع من هو منصف المرزوقي ترجمة نانسي قنقر